السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة عندما نبحث عن تطبيقات في بلاي ستور مثلا هذا التطبيق ونجد هذا الكلام أو هذه الرسالة هل تبحثوا عن يوتيوب كرييت؟ هذا التطبيق طبعا سبق وأن شرحته لكم من بين الإعدادات أو أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستتيحها اليوتيوب فيما بعد لصنع المحتوى هذا التطبيق غير متاح في جوجل بلاي داخل منطقتك ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ في حالة عدم تواجد هذا التطبيق في بلاي ستور هناك عدة طرق إما أن نبحث عنها في متاجر أخرى أو نتوجه مباشرة إلى جوجل ونقوم بالبحث عنها على سبيل المثال تابعوا معي سنتوجه إلى جوجل ونكتب يوتيوب كرييت أبي كا بهذا الشكل بالتحديد التطبيق متوفر في متاجر مختلفة مثل أب توداون أو أب تويد أو أبي كا كومبو يعني هذه مواقع أو متاجر تضم تطبيقات متنوعة أو أبي كا بير فأن تختر أي متجر وقوم بتحميل التطبيق لاحظ معي ها هو التطبيق متاح بسهولة تامة يمكن أن نقوم بتحميل أحدث نسخة ها هي بسهولة تامة بدون عناء نقوم بتنزيل التطبيق وهذه هي الطريقة الصحيحة التي نحصل من خلالها على التطبيقات الغير متوفرة على بلاي ستور وتستطيع بسهولة أن تثبتها على جهازك الآن وقد تم تحميلها سنقوم بفتح التطبيق ها هو هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ نعم ها هي الطريقة الصحيحة للحصول على تطبيق يوتيوب كرييت الذي من خلاله سنتعلم كيفية التعديل على الفيديوهات والصور سنقوم بشرح هذا التطبيق في حلقة مستقلة لوحده حتى نتبين أهم الميزات المتواجدة فيه وهذه الطريقة إجابة لأحد مشاهدين كيف نحصل على التطبيقات الغير متاحة في منطقتنا أو في بلدنا ننتظر تثبيت التطبيق ونقوم بفتحه حتى نتأكد من عمله وسنرى إن لم تكن مشترك في القناة اشترك فعل زر الجرس حتى يصلك الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة اترك تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو فهي تهمنا كثيرا تثبيت التطبيق يأخذ بعض الوقت علينا الانتظار كما ترى تم تثبيت التطبيق نقوم بفتحه ها هو التطبيق يعمل بسهولة تامة بدون أي مشاكل شرح هذا التطبيق سيكون في الحلقة القادمة وهي من بين أدوات الذكاء الاصطناعي التي وفرتها اليوتيوب سبق وأن وضعت فيديو عنه سأضعه لكم في حرف الآي يمكنكم متابعته والاستفادة منه مثله مثل باقي الأدوات المتبقية مالسلامة